أخواني أحبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أتمنى لكم السعادة والمحبة من الله نحن اليوم إن شاء الله في جولة في قطاف الزيتون يبدأ موسم تقطيف الزيتون بشهر تشرين الأول ويختلف حسب المنطقة وتستخدم هذه الثمار إما للكبس أو إنتاج زيت الزيتون طبعا نحن الآن في شهر قطاف شهر الزيتون وتستخدم العديد من الطرق لقطف الزيتون حسب استخدامه ونضج الزيتون نلاحظ ما شاء الله حبات الزيتون ويجب العمل على الحفاظ على الثمار من الرضوض أثناء القطف ويجب قطافها بطريقة تكون سليمة لكي لا نؤذي الأشجار أو الأخصان وحتى يتم الحصول على ثمار ذات جودة عالية وهناك عدة طرق أخواني لقطاف الزيتون طبعا يوجد بعض المكانات الحديثة في بعض البلدان المتطورة طبعا هذه أحد طرق قطاف الزيتون فهي بسيطة وعملية ويمكن أيضا القطافة في اليد طبعا تستهلك وقت اليد وهناك العديد من الأشياء المتطورة لقطاف الزيتون طبعا أخواني طريقة القطف اليدوي للثمار هي من أفضل الطرق المتبعة لقطف الزيتون لأنها تحافظ على الثمار لكنها تحتاج إلى وقت وجهد كبير كما نلاحظ تتم بفرد كيس بلاستيك أو قطعة من القماش على الأرض تحت الأشجار ويطم القطف بواسطة ورمي الثمار على الكيس وتتساقط مع الثمار القليل من الأوراق يتم إزالتها أما بطريقة تسليط الهواء عليها وهكذا يجمع المحصول الذي تم قطافه وبعد تجميع المحصول أخواني من ثمار الزيتون يتم تجميعه في مكان معين يجمع هكذا في مكان معين لعند الانتهاء من القطاف يأخذ ويجمع في النهاية ليتم أخذه إلى إحدى المعاصر لاستخراج الزيت أخواني أحبة المشاهدين في الفيديو القادم إن شاء الله سنقدم لكم كيفية استخراج زيت الزيتون في إحدى المعاصر إن شاء الله أخواني أحبة المشاهدين إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته